بسم الله الرحمن الرحيم في حي طيبة لكل متابعين اليوم رح نحكي على طريقة تحوير شاشة اللذات مالتها تكون جانبية يسموها ايج يعني الحافة هذي حورناها على شاشة طبعا هي شاشة 42 حورناها على شاشة 43 وادي هذي تفاصيل الشاشة تكون مالتها يعني شبيه للالجي تقريبا وتكون الداتا على جانب واحد فهاي الداتا احيانا ممتوفرة فالطريقة السهلة هو ان نحور الشاشة ننقلها على جهاز اخر تكون الداتا عادية فهذا شوفون التضليع ماتة كلش قوي لان هاي الشاشة قنية الداتا تكون بالجانب فلازم يكون الحديد مالتها قوي ولهذا تكون اثقل من الشاشات العادية وتكون قوية جدا البليت ماله كلش قوي هنا فتحنا الشاشة بعد ما ازلنا اللواسق اللي موجودة بالجوانب طريقة الفتح مالتها كل السهلة مصعبة هنا رح نشوفكم تفاصيل هاتجوة هذه العواكس الموجودة مالتها بها الجزء الرئيسي هي هذه الجزء الشفاف يعني تصير قطعة بلاستيق قوية شفافة الفكرة مالتها بانه الانارة تجي من الجانب هنا اربع عواكس بها تقريبا الانارة تجي من الجانب وتنشر على كل الشاشة من خلال هذا البلاستيك لا تلاحظوا من خلال هاي البلاستيك ينشر الانارة يروح الى كل ازلاء الشاشة فهاي طريقتها وهذا موجود عاكس جواها بيض وهذه هي اللدات تكون بالجانب بالجانب فقط فلداتها يسموها ايجي عن الجانبية فرح نجيب الشاشة الثانية اللي هي الوادي تلاثة واربعين لاحظت تظليع مالج قد قوي ورصانة قوية حتى شنوة تبقى الشاشة باستقامة حتى الضوة ما يشتت ولهذا تكون بليت مالك وليش قوي هاي الشاشة تلاثة واربعين للداتا عادية متوفرة بصورة منتشرة عندنا نظفنا العواكس مالتها ورح نقعدها ونخلي الشاشة عليها هاي الشاشة هنا رح نضطر نثبت الشاشة بعشرطة بالجوانب حتى مصر بها حركة ونخلي من بعدها الاطار ونفحصها هاي قاعدة بمكانها الصحيح رح نيجي نثبت مثل ما قلنا من الجوانب حتى ما نصر بها حركة الشاشة من كل الجوانب نثبتها لاحظ وهاي من الخلف بعدنا ما نكمله يعني ورح نشغلها تشغيل ابتدائي حتى نشوف الصورة مالتها هنا شغلناها مبدلين كارت احنا مخلين ريان الصورة مقلوبة طبعا فلازم شنسوي ندخل على السيرفس ونعدل مينيو واحد واحد أربعة سبعة ندخل على بانال سيتنك خيار رقم سبعة ونروح على خيار الميرر رقم عشرة نغير نسوي اوف رح تنقل بالصورة وتنتهي العملية فهاي طريقة كل السهلة حتى تخلص من مشكلة اللدات الجانبية ها هي الشاشة الوادي 43 تحياتنا لكم وشكرا لكم